اشتركوا في القناة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه علمنا اللهم ما يوفعنا ووفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أمين عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنه وعنبيه شبه الدنيا بالخمر شبه الدنيا منه لم يفق إلا وهو في عسكر الموتى خاص سير النادي يعني الدنيا لا الدنيا ولا الموازنة والتواف في الدنيا فشبهها بالخمر والإنسان إذا شرب خمرا فإنه يسكر ومن يغيظ عقله عن الآخرة والمراد هنا أن من أحب الدنيا على الآخر يعني الدنيا الذي ينغمس فيها وتنسيه الآخرة فهو في سكرة كأنه شرب خمرا وسكر وندر ولم ينتبه للآخرة ولكن يقول عليه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعنبيه لم يفق منها لم يقوم ولم يفق من سكرته إلا عند الموت وما بعد ذلك إلا عندما لا ينفع الندم فإذا فاق من سكرته عند الموت فبئسة تلك الفيقة وبئسة تلك الفيئة حتى كذلك الفيئة بعد الرجوع فماذا ينفعه أن يستيقظ وينتبه بعد فوات الأوان ورد عن عبد الله بن سلمان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل يوم خيبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربحت اليوم ربحا ما ربحه أحد من أهل هذا الواحد قام بصفقة تجارية وربحت تجارته ربحا عظيما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ربحت قال ما زلت أبيع وأبتعني أبيع وأشتري حتى ربحت ثلاثمائة أوقية من الذهب فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أنبئك بخير ربح فقال ما هو يا رسول الله قال ركعتان بعد صلاة ركعتان بعد صلاة والحديث روها أبو جاول يعني أن تصلي ركعتان بعد الصلاة يعني نعرف صلاة الظهر فيها سنة بعدها وصلاة المغرب وصلاة الإشاء يعني أن تصلي ركعتان خاشعا لله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها عن النوافر يا سيد آه النوافر وعن صهيم ابن سنان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن وهذا حديث مشهور معروف يعني عند الناس إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للؤمن إن أصابته سراء شكراء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبراء فكان خيرا له وهذا الحديث يعني ما نريد أن نتعمق فيه كثيرا لأنه معروف ومحفوظ ومشهور عند المسلمين ولكن النقطة واحدة وليد أن نعلق عليها وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن هذه مؤمنة مهمة جدا يعني ناس كثير لما يصيرهم خير ينبصوا ولما يصيرهم شر بيسعلوا أما المؤمن عند الخير يشكر وعند السراء يصبر فليس ذلك لأحد لنؤمن أما أمران مش أمر واحد ما هم الأمران وهما واردان في نفس النص الأمر الأول أن المؤمن يشكر عند النعمة ويصبر عند البلاء وهذا المؤمن لا يفعل ذلك الأمر الآخر ولعله الأهم يعني الجزاء وهو عجب لأمر المؤمن أن أمره كله له خير فالخيرية هذه هي الصفة والسمة للمؤمن دون غيره فما هي الخيرية؟ من أين كيف يكون الخير؟ عند الشكر يأتيك الجزاء والحسنات وعند الصبر طبعا الشكر عند السراء والصبر على البلاء يأتيك الألف هذا معنى أن أمره كله له خير هذا معنى الخير ليس فقط كلمة قضائية نتركها لقضاء وقضاء أنا أعرف عن يقين أن الله عز وجل لا يقتل قدرا إلا هو خير هذه من العقائد والإيمانيات ولكن الخيرية المرابعة هنا يوم القيامة ماذا تجني يوم القيامة؟ وهي علة يوم القيامة الحسناء والسيئان فأن أمرك كله له خير في السراء وفي الضراء يعني عند النعمة وعند النقمة فشكرت النعمة فتأخذ أجرها يوم القيامة وصبرت على البلاء وعلى الصراء أخذت أجرها يوم القيامة يبقى السؤال هنا ليس السؤال الفرق بين المؤمن وغير المؤمن يعني حتى لو شكر عند النعمة ممكن يشكر عند النعمة هل له جزاء يوم القيامة؟ إذا كان كافرا من الله لا لو أصابته ضراه وأصابته فتنة مصيبة أو مرأة فصبر عليها ربما نجد غير المسلم يصغل هل له أجر ذلك الصبر يوم القيامة؟ لا وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه هباء منصورة بل أؤكد لكم أن غير المسلمين خاصة للنصارى وكذلك اليوم بس المصارى أكثر يقومون من أعمال الخير ما لم يكن به المسلمون على صعيد بناء المستشفيات على أشق الطرق على الدار الأيتام ماء والعجزة الفون ريزن يا أخواني والأخواتي الفون ريزن حتى أشتر مننا بكتين ويتفاو أكثر مننا بكتين اللي هو التبرعات عنه يقومون بأعمال خير يعني كثير من المسلمين لا يفعلونه وهذا ما ذكره عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في صحيح البخاري عندما أحد الصحابة عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه هما صحبيان يذكر أمام عمر أن تقوم الساعة والروم أكثر الناس تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال كيف قلت؟ أعد علي ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال أما وقد قلت هذا فأن فيهم خصالا أربع وذا عدت خصالهم ومن ضمن ما ذكر أنهم أعطفهم لمسكين ويتين ثم ذكر مسألة خامسة وقال هذه الخامسة عجبت كثير لعمر لأن عمر رجل سياسة رضي الله تعالى عنه تعرفون رجل حكمة والسياسة رضي الله تعالى عنه قال وأمنعهم من ظلم الملوك وهذا تجدوا خلال التاريخ كم الملك وامبراطور يقوموا عليه صورة بيقتلوا بيحطوا واحد تاني على طول دائما ضد الظلم كانوا وهذا ما بارد في الحديث عنه إذن إن عمره كله له خير بهذا المعنى الذي سقناه يعني بكل الحالتين يأخذ الأجر إن شكر على السراء أخذ أجرها يوم القيامة وإن صبر على الضغاء أخذ أجرها يوم القيامة والنص يقول وليس ذلك لا أحد إلا للمؤمن فهي على مسارين مسار قدري ومسار عملي المسار قدري أن هذا قدر الله عز وجل أنه لم يعطي هذا الميزة لأحد غير المؤمن هذا قدر الله كما قال تعالى أو المثال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كثير من المفسرين قالوا هذا قدراً الله سابق قدره وأن الطيبون للطيبات والطيبات والطيبين كما وردوا في الآية وقال بعض المفسرين الزانية لا يتحلى الزاني المشرك قالوا كذلك هذا قدر الله أنه لا يقع ألا على كذا وكذا فهذه فقط الأشياء بشيء يذكر وليس هذا الموضوع إذن على المسار على الجانب القدري وليس ذلك الأحد المؤمن قدر الله قدر ذلك أن هذه الميزة لا تكون للمؤمن وعلى الجانب العملي كما شرحنا أن الإنسان لو شكر على خير أصابه يؤشر عليه يوم القيامة ولو صبر على مصيبة يؤشر عليه يوم القيامة وهذا لا يكون إلا للمؤمنين سأعيد الآن الحديث بعد هذا الشرح ونزلوا الحديث على الشرح ستفهمونه أكثر إن شاء الله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له وفي رواية أخرى كذلك يمتد تنتهي الرواية وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين من ما بيش هذا التأكيد لأن ذكرت في البداية ثم ذكرت في النهاية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه سأله رجل ما الصراط المستقيم يا عبد الله قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى ما معنى أدنى في بدايته واحد تابع يعد ضراء الله ما هو الصراط المستقيم بدأ ما يعطي يصف له بدأ يتكلم عنه مقل هو مثلا كتاب الله أو سنة رسول الله لا يعطي تابع بدأ يشرح عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو تمسك هذه امسك هذه امسك ومده شد شد على الحين يقول يعني ما قاله عبد الله قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى هذا أوله أدنى يعني أوله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصراط والصراط هي تعاليم الشريعة كلها فما اكتملت إلا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أتمنتُ لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديتُ لكم الإسلام دينا فعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل تعاليم الصراط قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدنى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا في عدنا وطرفه في الجنة طرف الصراط في الجنة مبتدأه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأه عندما انتهت الشريعة واكتملت الشريعة وأين منتهى؟ أين يصل بك؟ إلى الجنة وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ما هي الجواد أو الجواد؟ جمعه؟ جادة إزاك الله خير لا يوجد شكلت عندنا هنا وين شكلت موت مفتوح؟ خلص جادة وقلون جيدة أو الجده الجادة هي الطريق هي الطريق يعني عن يمينه طرق وهي جمع جادة وعن يساره طرق وثمه ما معنى ثمه؟ كثير من الناس حتى في نشرات الأخبار حتى عند الزعماء يقوله ثمه بدأ ثمه يقوله ثمه ومن ثمه من حرف عطف وثمه حرف عطف فما يأتي حرف جارة فما يأتي حرفين وربع بعض هناك؟ مش ومن ثمه ومن ثمه ثمه ما معنى هناك؟ مطاعم ثمه أمين ما معنى ثمه؟ هناك أنا ذرة تشاق لي المعجب موجود عطالة مفتوح 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 عطالة أوه على اليمين بالأرض ثمه ثمه يعني هناك ومن ثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجوات انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط المستقيم انتهى به إلى جنة ثم قرأ ابن مسعود قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكلامه مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أول من استعمل طرق التدريس ووسائل التعليم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان جالسا مع الصحابة وأرض المدينة كما تعلمون رضيه وأخذ عودا عود ورسم خطا مستقيما تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم مجلس الخط مستقيم بتزكزك إيده أو بتعواج أنا بتخيله أحسن من المصدر رسول صلى الله عليه وسلم رسم خطا مستقيما طويلا ثم عن يمينه رسم خطوط أخرى وعن يساره رسم خطوط أخرى وقال هذا صراط الله تشبيه هذا صراط الله وهذه السبل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية نفسها التي في سورة الأراض وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولكن الحديث هذا ذكر أن الطرق الأخرى وقد ورد في الحديث على رأس كل الطريق منادي ينادي ينادي يدعوهم يدعوهم يعني الاشتراكية الشعية الرئاسمالية الليبرالية زائد الفرق التي ظهرت في الإسلام الفرق الضالة كل واحد له بوق له ميكروفون ينادي يدعو الآخرين إلى الولوج في هذا الطريق المبتدع المبتدع المبتكر ليس طريق الإسلام ولا طريق الله ولا صراط الله ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجابهم قذفوه في الناح كل أحد يقبل هذه الدعوة هذا الطريق يعني يؤدي إلى الناح والطريق وحيب وفقه واحد طريق واحد فقط يوصل بك إلى الجنة هو صراط الله سبحانه وتعالى الذي تقرأ كل يوم ولا تصح صلاة نفل ولا فرض ولا منفرد ولا إمام ولا مأموم عبى كلمة مأموم لأن بعض المزاهب كالحنفية يتساهلون فيها ولكن أقول ما أعتقده وأدين الله به لا إمام ولا مأموم لا تصح الصلاة بدونها سورة الفاتحة ماذا تقولون اهدنا الصراط المستقيم كل يوم لو صليت الفرائض دون النوافق كم ركع منصلي في اليوم؟ أعودوا معي الفجر 2 الظهر 4 دون النوافق دون النوافق الله نحن سيبتحك حلال والعصر 4 دون النوافق 10 شيل عن وجزك الكشرة والمغرب 3 دون النوافق 13 والعشاء ماذا؟ أربعة دون النوافق 17 سبعة عشر 17 يعني 17 مره المينموم المينموم بتقولوا اهدنا الصراط المستقيم فيما وجب وإذا صليتم النوافق التي هي 12 ركعة الرواتب يالله أهل الله الرياضياء 29 ماذا؟ 29 29 وإذا صليت الوقت الركعة واحدة إلى ثلاثين ممكن يكونوا اثنين وثلاثين لو صليتهم هم ثلاثة ركعة على الميتة على الميتة ثلاثين مرة طبعا اللي يصلي اللي يسمونه الرواتب النوافق أو سلن الصلوات المفروضة عندهم مع الوتر وهم حكينا بضحى أساً لو صلات الضحى معهم يعني 32 إلى أول 30 و32 يعني من 30 إلى 32 إلى 35 مرة 30 مرة على المينموم تدعو الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم لأن والله إخوتي وأخواتي لا يوجد طريق يوصل إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لأن شريعة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع والوحي القرآني والقرآن نسخ ما قبله من الكتب السماوية وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه يحمل قطعة من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر وما أدراكم من عمر تعرفون عمر ورغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو تهوكونا يبدأ الخطاب والتهوك هو التردد والتشكك والله يقول عن نبي صلى الله عليه وسلم يوصل إلى الجنة بعد القرآن ولا صراط يوصل إلى الجنة بعد الإسلام غير صراط الله عز وجل فهذا أمر يعني ورضيت لكم الإسلام دينة هذا مسائل من المسلمات أما من يحاول باسم ما بعض باسم أيش أن يقول لك كلنا إبراهيميين كلنا أسلم لله مننا من أسلم لله بالقرآن مننا من أسلم الله بالإنجيل مننا من أسلم الله بالقرآن نعم في زمن عيسى عليه السلام نعم في زمن لوسى عليه السلام والأنبياء قبلهم أما بعد محمد Thanks for Allah فالله لا يقبلوا إسلام أحد إلا بالقرآن إلا بالقرآن ولا يقبلوا كتابا سماويا ولو لم يكن محرفا إلا بالقرآن وعلها ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عيسى موسى وموسى ليس فقط نبي عادي ورسول علي من قول العزم من الرسل سيبعث بكتاب اللي هو التوراة يعني لو بعث الله عميس موسى حيتبع موسى ما عنده اليهود اليوم من كتاب محرف لا سيبعثه بتوراته الأصلية ولا يقبل الله منه توراته الأصلية لا يقبلها منه الأصلية لاجت المحرفة عبر آلاف السنين والذين جاء به اللسان أو الكتابة أو العبرية التي جاءة أو اللسان لا كل عبرية قد تكون شيء ثاني التي جاء بها موسى ما في شكل تختلف عن العبرية التي تتكلموها اليهود اليوم كلامهم هم ليس كلام يعمل إذا الشيكسبير الانجليزي اللي 200-300 سنة بترجمو له انجليزية القديمة للانجليزية الجديدة هل ما له 200-300 سنة فتحكوه ألاف سنين موسى ألاف سنين ثلاث تلاف سنة كيف تكون لغته هي نفس اللغة الآن ولكن ثقوا بالله سبحانه وتعالى لو عاشت هذه النحن الآن ألف تقريباً خمسمائة سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريباً صح؟ لو عاشت هذه النحن خمسة ألاف سنة من اليوم سيبقى المسلمون والعرب يفهمون كتاب الله عز وجل سيفهمون لسان القرآن والدليل أن بألف وخمسمائة سنة وما زلنا نقول قل هو الله أحد في عربي ما يفهم ما ما نقول هو الله أحد في أحد عربي لا يفهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد ألف وخمسمائة سنة لو بقي ألف وخمسمائة سنة أخرى سيتبقى العرب تفهم كلام الله عز وجل لأنه معجز وإعجاز القرآن له أشكال ومن إعجاز القرآن ليس فقط الإعجاز العلمي هناك إعجاز لغوي إعجاز تاريخي إعجاز تشريعي ومن إعجاز القرآن أنك العرب يفهمونه في كل مصور لا أقول مئة في المئة ولكن يفهمون مجمله في كل مصور إلى يوم القيامة فالله عز وجل انتبه إلى هذه المعنى فالله عز وجل حفظ الإسلام بالقرآن حفظ الأمة بالقرآن حفظ اللغة بالقرآن وحفظ دين والتشريع بالقرآن والتشريع بالقرآن هنا أريد أن أقول مسألة خارج قليلا عن موضوعنا في الويكاين بالباضي كنت في مؤتمر لأمزة مؤتمر المجمع الفقهي وأنا أعيد وأسجل ملاحظتي التي سجلتها هماني للأسف كثير من المؤسسات العلمية والإسلامية ومن الأسماء الطلانة الرنانة الكبيرة في هذه البلاد تبيل إلى ما يسمى بأمركة الإسلام أمركة الإسلام كله يمشي كله ماشي كله فعبر التاريخ وكثير من المسألة يقول هذه المسألة فيها قولان وفيها أقوال متى يكون القولان والثلاثة أقوال والأكثر والأقل معتبر إذا كان للقول دليل معتبر إذا كان للقول دليل معتبر والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون كل ناس توقفهم ما تكمل ما هي تكملات الآية بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكري يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون الذي لا يعلم مسألة يسأل ولكن أهل العلم يقول أنا بقول من أنت تتطرق أهل ما في أنا أقول أنا أقول والدليل واحد اثنين ثلاث لابد أهل الذكري وأهل العلم أن يقولوا بدليل وإن لم يقولوا بدليل فهم ليسوا من أهل الذكر قولا واحدا معادلة واضحة جدا إن لم يذكر الشخص حتى أعترف أنه عالم وأنه من أهل الذكر إن لم يذكر الدليل وليس من أهل الذكر أما أن تأتوني بأقوال وجدت في بطون الكتب خلال مئات السنين ولم تشتهر ولم يعتمدها أحد ولم يتبناها أحد فلا تقولني في المسألة قولا أعطيكم مثال واقع حدث في المؤتمر يسألون لأنه كان متعمر عنوانه فقه الأقليات يعني مسلمين عايشون في الغرب المسلمون الجدد ونحن نعيش في بلد ليس إسلامي طبعا لا ينكر أنه في حيثيات معينة في بعض الفقه لا أقول الثوابت إنما في بعض جوانب فقهية تتغير مع المسلم الجديد تتغير مع مسلم عايش في بلد ليس إسلامي هذا أمر لا ينكر في المبتد ولكن سؤال أو ضمن الأمور المطروحة هل يصح المرأة أنت أم الرجال يعني أنتم أيش أول رب تفعل أمر مستنكر يعني وهم مستنكر أعد الشيخ الذي نحبه وهو من أهل قال في المسألة قولا وعد في المسألة قولا طب هذا هو القول الثاني قال ورد قول للإمام أحمد إسمعوا مين؟ أقول لك الحنبلية ما هيك؟ إسمعوا الحنبلية المتشدد الإمام أحمد مشغول بتشده في قول للإمام أحمد أن تقوم ولكن من الخلف يعني أنتم الأخوات في هذا الصقف النورة تقف آخر صف وتقوم الرجال هم أمامها أنا ما أدري ما بحط قدمتي لإمام أحمد على فرض أنه قالها على فرض أنه قالها فهو غير موجود في المذهب ولم أعتبر في المذهب أنا أريد أن أصل معكم إلى قضية جد مهمة جدا عبر التاريخ حتى من لدن التابعين إلى يومنا هذا لابد أن تظهر ولو من علماء كبار بعض الفتاوى الشهد لا تسمى الحركة الإيجابية للزمان الذي سخر الله عز وجل بها العلماء في كل عصر وفي كل مصر تغربل تغربل الأقوال الشاذة فلا تعتمد ولا تعتبر فضلاً على أن تعتمد وترمى جانباً وتلقى في الأدراج لا تلقى في الأدراج حتى يأتيني شخص في آخر الزمان يفتح الدرج وفي قولان هذه غربة التي انتهت ستجد والإمام مالك رحمه الله له قولان جليلان في هذه المسألة يقول رحمه الله إياك وشذوذ الفتية ما تأتيني بفترة شاذة لا تتفق مع عموم العلماء والأمة ثم يقول رحمه الله في قولك الثاني وكان يدرس أين؟ في المدينة يقول لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة وكل يؤخذ من قوله ويرد لا أحد معصوم إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله عليه وسلم مهما على شأنه بمعنى إمام أحمد لا أحد أدرك كم أحبه لأنه يعني كأنها تجب محبته في الله سبحانه وتعالى لأنه لأن الله عز وجل حفظ القرآن والدين به عندما يعني الدولة في زمن المأمون قالت أن القرآن مخلوق ووقف في هذا التيار حب الإمام أحمد يعني من الدين ولكن لو سبت هذا أنه هو قول فهذا تغربا ووضع في الأدراج واتهى تقول لي أنت لأنك تعيش يا أمريكا تقول في المسألة قولا ما هذا فالذي فالله عز وجل بحفظ القرآن تبعوه هذه المطلبة حساسة بحفظ القرآن حفظ لنا فقهنا حفظ لنا فقهنا بغربلة كل ما هو بعيد عن روح القرآن فأنه يطرد ويلفض وما هو يتمشى مع روح القرآن ومعاني القرآن فهو الذي يبقى ولا هو الذي تتبناه من الأمة وعلماؤها عبر الأجيال فهذا من حفظ الله عز وجل الأمة فبحفظ مرة ثانية بحفظ القرآن حفظ الله هذه الأمة وحفظ الله علينا ديننا وحفظ الله علينا لغتنا وحفظ الله علينا فقهنا بهذا المعنى والله تعالى أجل وأعلم وحب ابن المنبه هذا كان من التابعين وأصل أصل فارسي وتهود ثم أسلم وحسن إسلامه وكان من أوعية العلم كان عالماً وعلى أهل السنة والجماعة وكان في اليمن وحب ابن المنبه كان في اليمن قيل له يا إمام أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة الوحيد قلت لا إله الله خلص ما في دعي صليه ولا يسوه ومؤمن فيها وقلت ما في إله غير الله ومؤمن بكل شيء أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلا ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك إلى الجنة وإلا لم يفتح لك أنا أزيد عليها فأقول ليس فقط أن يكون له أسنان يعني أنتو لو لو أعطيت أبو معاز مفتاح بيتي بإنه يفتح بيتهم يعني موهما يكون له أسنان يعني بده يكون أسنان متطابق مع القرآن والسنة فلو جاء بأسنان لأنه ممكن يكون مفترعه على لوز و عمديت و والمر في عندهم مفاتيح يجدون أسنان لما تحطوا المفتاح بيخرطوا فبيعملوا أسنان متشابه مع أسنانكم فهو قبل أن يخرطوا قبل أن يكمل أسنان وهذا الذي قال له وهب ولكن أنا أزيد على وهب رحمه الله أقول أن الأسنان أسنان لا إله إلا الله ينبغي أن تكون على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون هذه الأسنان وفق الكتاب والسنة وإذا جئنا بأسنان مبتدعة تفرق بكم عن سبيل فالأسنان المبتدعة هي الطرق اليمين والشمال عن الصراط المستقيم فهذه الأسنان لابد منها وأن تكون وفق الكتاب والسنة أبو هرايرا روية الإسلام رحمه الله ورضي الله تعالى عنده أرضاه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت سمعوا أكثر واحد في الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة شوية غريبة هو أبو ذر هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه ثم يليه أبو غريب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أكثر واحد يستحق شفاعتك يوم القيامة؟ من يسعد بها ويحظى بها ويكون أقرب لنوالها من غيره؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ماذا قال له؟ قال لقد ظننته يعني تيقنته ألا يسألني عن هذا أول منه توقعت أنه ما حدح تاني يسبؤك في هذا السؤال أنت توقعت أنك أنت تسألني هذا السؤال قبل غيرك لماذا قال لما رأيت من حرصك على الحديث؟ هو روية الإسلام ليس البناش لأنه كان حريصا على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبي بإخلاص وإذا وجد الإخلاص في القلب أدى إلى العمل فعدم العمل دليل على عدم الإخلاص والعمل دليل على الإخلاص لذلك انظروا إلى آيات الله ما أقول كلهم ولكن المعظم بلا شك معظم الآيات التي تتحدث عن الإيمان تتحدث عن العمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكاد تجد كلمة آمن إلا وابتجد بعدها على طول عملا فالعمل دليل الإيمان والإيمان الصادق يؤدي إلى العمل أبدا معادلة واضح الإيمان الصادق يؤدي بصاحبه إلى العمل وإذا رأينا العمل من مؤمن كانت علامة على صدق إيمانه والنبي عليه الصلاة والسلام أعطونا مثال على هذا مثال واحد 5. قال اذا رأيتم الرجل يعتادل مساجد فاشهدو له با الإيمان اعتياد المساجد عمل أم عقدة عمل ما الذي يحضر القادمة وله في العقد يأتي المسجد عمل يعمل كل صلاة يأتي المسجد فاصلاطين يقولوا إنام أبدو أقوى لدم وال необسلطة إذا رأيتم رجل يأتي الtałبر ويصلني اشهدوا له بالإيمان إذا هذا العمل هو إقامة صلاة رأReal دليل على الإيمان على صدق الإيماني في قلبه لذلك شكونا الأحكام الشهرية بالجملة عادل عقائدية هي أغلبيا والمعصوم من عصمهما نسأل الله عز وجل أن يعصونا من الفتن ما ظهر منها وما ضعقها كلام صحيح هناك أشخاص تصلي وتسرع أولادة والأولادة تصلي وتكذب أولادة والأولادة تصلي وربما لا أعرف أن تشربوا الخامر هناك أخبروني هناك أخبروني يشرقوا الخامر ولماذا تفعل هذا؟ قالوا إلا الصلاح الذي يتركها يكفر أما أشرب الخامر فهذا إثم وفسكم ربما يعفو عنه وما ترك الصلاة تكفر عنه هناك أشخاص هناك أشخاص مظلوط هناك أشخاص مظلوط لا يصلي لا يصلي ولا يصلي فهو يصلي يعني لا يصلي ويصلي يصلي بشدة أو بغلظة أو بعدم عدل ممكن ممكن المثال يظل أنه عندهم موظفين أو يصلي وكل شيء وربما يصلي بس يجي على العمال يظلون محقهم هذا ممكن مناحة النظرية ممكن حسنا في وقت نكمل لهم نحكي شوية عن أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة يعني المدخل من المسجد بعقس القبلة كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يجيروا فقراء هوملس ما عندهم بيوت وليس من أهل مدينة وليس عندهم مال حتى يتجروا أو يستأجروا أو فكان أغنياء الصحابة يتصدقون عليهم بالطعام واللباس وكان ينامون في آخر المسجد وقيل الصفة مثل تخشيبة مثل ميزانين ينامون عليها وعددهم لم يكن ثابت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يغدنيوا ويذهبوا وبدل أن يعفضوا ويعطوا فأحيانا عددهم كبير أحيانا قليل وغالبا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أنه يطلع ناس كثير منهم للعمل أبو هران رضي الله تعالى عنهم كان منهم لسبب لأن أبو هران رضي الله تعالى عنهم أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لأربعة سنين أربعة سنين أربعة سنين وروا أكثر غوايات والجروح قد تقولون طيب ليش مشهور أبو هران ربص أربعة سنين سبحان الله هذه ميزة ما هي الميزة التي فيها تعرفون أن الإسلام شرائع الإسلام جاءت بالتدرج ما جاءت دفع واحد في تدرج التشريعي والأمثلة واضحة ليس فقط الخمر الخمر أوضح وفي القرآن نزل فيه ثلاث أيام بالتدرج كذلك الصلاة جاءت في التدريج كيف؟ في العهد الماكي كان يصنوا ركعتين في الصباح وركعتين في المساء إلى الإسراء المعراض شراء برد الصلاوات الخامس يعني قبل الهجرة بسنة حتى في بداية الهجرة كان إذا واحد يصنوا يعطس يقول الحمد الله إذا واحد يقول يرحمك الله يرد عليه أن يهدينا وهديكم الله يهدينا ويصر حبا لكم أو إذا واحد يقول السلام عليكم وعليكم السلام كان يجوز هذا في أول عهد المدني في أول عهد المدني كلكم الآن تستقروا كيف؟ هذا التدرج التشفيهي إلى أن استقر الأمر على أن هذه الصلاة لا يمغي فيها كلام الناس أحد من جاء وأدرك هذه العصور من الوفود ثم غاب سنين ثم رجع في آخر العهد المدني ورجع على العهد الأول شاف السلام عليكم وليس أحد يرد عليكم فقال أنه نعمل شيء غاوة والأحدي منه موقف فالحما اتحت الصلاة أننا بسهم أخبر أنه الصلاة لا يسح فيها من أمور الناس من شيء فقط إلا قرار القرآن والتسبيح والتكذير يعني نفهم تدرج التشفيه فإذا فقيمة أبو هريرا أنه لم يشهد إلا الناسخ ما شهد المنسوخ ما شهد العصر الأول ما شهد ما روى يعني بداية ما كان عليه التشفيهي فقط شهد ما استقر عليه التشفيهي لذلك كل علماء الأصول أصول الحديثة أصول الفقه والمحدثون أنه إذا تعرض حديثان صحيحان واحد رواه عبد الله بمسعود مثلا نجد رب المسعود لأن عبد المسعود أسلم في العهد المكي أبل عمر المخطاب أسلم من زمان عبد الله بمسعود وكان من فقهاء الأمة لو تعرض حديث الرواه مثلا ابن مسعود ما حديث الرواه أبو هريرة وكلاهما صحيح ما الذي يقدم أبو هريرة لأنه شهد ربما مسعود يرم برواية العهد الأول سواء المكي أو بداية العهد المدني فهذه قيمة مهمة جدا لأبي هريرة رضي الله عنه من هنا نعرف تأخر إسلامه وحفظه للحديث كان الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة والله تعالى على المسألة الأخرى التي أود أن أذكرها عن نبي هريرة هو يحكي عن نفسه أنه كان عمداً ما بده أن يبحث لا عن شغل ولا عن بيت ولا عن زوجة لا تزوج فقط كرس حياته لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط يروي الحديث فقط كرسه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الصحيح لما قال له من أسعد الناس بشفاعتك قبل أن يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال برنت أن لا يسألني أحد قبلك عن هذا السؤال لحرصك على الحبيب فكان يواجه صعوبة في حفظ الحديث فجاء اشتكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو غرير قال يا رسول الله أنا حريص وحابب أحفظ بسيطة عندي صعوبة في الحفظ أبو غرير أبو غرير أبو غرير من باب من أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لم يسألها أحد صحيح تميز بهذا يعجيب فأبو هريرة اشتكى للنبي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم وخليك وإعفوه قال قال يا رسول الله الحديثة تفلك فكأن أبو غرير عنده قطعة كماش خمسة كماش فأبسطها يا أبو غرير فبسطها أبو غرير وقال ضعها عند فيك عند فمرك فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرف أبو غرير ثم نفخ دخلت ما قرأه في النفخة هذه إلى فم أبو غرير قال ومن يومها لم ينسى حديثا قط ما نسى حديثا قط إذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتكى من تفلت الحديث ومن الحفظ وهو حديث فدعى النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ثم نفخ فقال استقر الحديث فلم أنسى حديثا قط رضي الله تعالى عنه وعلى الله ما تتمنى تكونوا عايشين في زمننا من الله وسلم ولو دفعتم مش نصر ما تملكوا كل ما تملكوا صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم ومناحق على الأيك الحمائم في رواية ذكرت عن علي رضي الله تعالى عن الله استبعت صحتها ولكن نذكرها للعبرة فقط حكي أن علي رضي الله تعالى معنى حكي يعني غالبا إيش للتضعيف يعني لا يسكر إيش ولكن فيها عبرة الكلام الذي يقيل جميل يعني بغض النظر إن صحت رواية أولا إنما الكلام جميل ونحن لا نسكرها للتعبد ولا للصلاة ولا للعقيدة إنما للروحانيات التي فيها قال دخل على المقابر مقابر على مقبرة علي دخل على مقبرة في المدينة الله تعالى ونادى يا أهل الكبور السلام عليكم ورحمة الله تخبروننا بأخباركم أم نخبركم بأخبارنا وهي كلها الله علم قضية رمزية ولكن فيها عبرة فسمع صوتا يقول وعليك السلام أخبرنا بما كان بعدنا انت خبرنا احنا حابين نسمع الأخبار منك تعالين احنا من خبرة فقال رضي الله عنه أما أزواجكم قد تزوجت بعدكم وأما أمهالكم قد قسمت وأما الأولاد فقد حشروا في زمرة اليتامة أي بمودتك أيتام وأما البناء الذي شيدتم فقد سكنه أعداءكم فهذه أخبار ما عندنا فما أخبار ما عندكم فأجيب قد تخرقت الأكفال وانتشرت الشعور وتقطعت الجلول وسالت المناخير بالقيح والصديد فما قدمناه وجدناه وما تركناه خسرناه المعنى صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخبت أو ما تركت اللي عم تحطه في البنك ليس مالك اللي عم تحطه بالفور وواي كي اسمه هذا ليس مالك اللي اللي حطه بالبورصة باسمه البورصة الأسفل اللي حطه بالبورصة ليس مالك أتا قلت المولاد مال ابني والإسلام شرع عليه أن يترك لابني وهذا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لي سعد النبي وقاس لما مرض مرض الموت ظن أنه مرض الموت لما سعد ممار في زمنهم الموت بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وكان عنده بنت واحدة بس لما مرض هذه المرض الشديد كان عنده بنت واحدة سعد قال لي رسول الله بدي وزع كل مالي قال لي لا كثير قال له ثلثة قال له كثير نصفه كثير ثلثه قال له ثلث لا بس وثلثه كثير ثم ماذا قال ما كان عنده من الأولاد بنت واحدة واحدة قال لأن تذر ورثتك 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 بالجملة فجاء بعدها الحمد الله قال صح وجاء له أولاد فالموضوع صحيح أن الذي نجمعه لأبنائنا هذا صحيح وهذا مشروع طب ماذا فعلت لك لنفسك هذا الأولادك والله لا تدري ماذا سيفعل ولدك بهذا المال لا تدري الذي أنت تركته له بس أنت ماذا فعلت أنت هل تظن أن أبنك خصوصا نحن العيشين في أباكك والله حتى العيشين في أباكك بالأيام كله بالهوى السبب سيبني لك مسجد هيعمل لك وقف هيسوي كذا كذا ربما بس ما لك الذي قدمت ما لك الذي قدمت ما لك الذي دفعته في سبيل الله الذي تصدقت به ما هي أنت يعني موازنة يعني معادلة ما هي صعبة تعمل لنفسك وتترك لأبنائك فما قدمناه وجدناه وما تركناه خسرناه كل شيء تركت له أنت أنت كشخص أنك أنت هامل فأنت خسرته وأبنك يستعمل في طاعة الله ما في شكل لكن كم نسبة لهؤلاء يقول حسن الله ونعم الوكيل ويس القرن رحمه الله تعرفون أنه ويس هذا تابع بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع أن يأتيكم في وفود اليمن قويس مستجهة بالدعوة الذي يستطيع منكم يطلب منه أن يدعيله وفد في زمن عمر وصار يسأل عنه وينه 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 وقعدين لحتى حرفي التقافي عمر مخطان يترجى قويس الذي لا أحد يعرفه ادعيله ادعيله ولماذا؟ لأن النبي يستطيع منكم هل يدعون ما هو سبب استجابة الدعوة؟ قلوا لي من يعرفه؟ بأمه كان ميت عنده أم كان بارن بها كان كل جسمه بارس 16 بارس البياض الذي يغير لون الجلد البهار سيكون منه كله إلا موطن موضع درها سبب استجابة الدعاء أنه كان بارن بواليدته هذا قل له كيف أصبحت؟ قال إن أصبحت إن أصبحت إن أصبحت في الصباح ما ظننت أني سأمسي وحدنا يخطط لعربين سنة لو أدرك الصباح قال ممكن ما أوصل للمساء وإن أمسيت ما ظننت أني أصبح ما ظننت وخلص هل تكتب كتاب عليها أهم نقطة فيها أنا إذا طل علي الصباح وقلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أباتنا وإليه من الشهر الحمد لله رد إلي المحي وجعلني مع الأحيان ممكن معيش للمساء فمعناها أني سأعبد الله وأعمل على طاعة الله كأنني سأموت في المساء كم أكون حريصا كأنه في حكم بالعدام في المساء فماذا تفعل هدو 12 ساعة من الصباح إلى المساء كيف تكون حالك هكذا يكون وإذا أمسى فإنه لا يظن أنه سيصبح وكيف يكون يعني في الليل وفي النحا داود عليه السلام قال لابنه سليمان عليه السلام يستدل على تقوى المؤمن بثلاث ثلاث ثلاثة أمور يستدل بها على تقوى المؤمن الأولى حسن التوكل فيما لم ينم حسن التوكل فيما لم ينم وحسن الرضا فيما نال وحسن الصبر فيما فات ما عن هذا الكلام؟ هذه الأمور القدر تقريبا مع الناس وحسن السلام من ثلاثة أمور إما أن يأتيك ما تريد إما أن يأتيك ما تريد فإنبغي أن ترضى بما جاءك لا تقول ليش مجاني أكثر لا ترضى وارضى بما قسم لك ربك تكون أغنى الناس هكذا يكون صلى الله عليه وسلم يعني الرضا بما قسم لك يعني بما نلت طيب شيء فاتك أمر وكنت متوقع وكنت حبل أن يكونوا فات ما نلتهم إن بغير أن تصبر على هذا الأمر لأنه ليس سهل كنا ستندم الصفحة تحط إيديها وأصابها وكيف فاتتني هذه الأمور حسن الصبر على ما فات وحسن الرضا فيما داني ويقول لي ما جاء أسا شيء فات أصبر على ألم الفوات شيء حصلته ليش مش أكثر؟ لا ارضى به هلأ سفي شيء بدو يأتي ومتحرق بدو يأتي خلي عندك حسن التوكل على الله عز وجل من أجل أن يأتيك تتوكل على الله عز وجل إذا بحسن التوكل أو بلنا بالأحرم نبدأ من الله حسن الرضا فيما نال فيما نال المؤمن وحسن الصبر فيما فات وحسن التوكل فيما لم ينال أو لم ينال نعيد ها ولا على تقوى المؤمن يستدل على تقوى المؤمن بثلاثة يستدل على تقوى المؤمن بثلاثة حسن التوكل فيما لم ينال وحسن الرضا فيما نال وحسن الصبر فيما فات قال أحدهم عجبا ممن يحتمي من المأكل أو المآكل الرديئة مخافة الضرر ولا يدعو الذنوب مخافة آخر لو تعرفون أن لو أكلتم هذا فيه سم أو فيه بكتيريا أو فيه جرسين فلا تأكلونه الإنسان يحرص على هذا ولكن لا يحرص على سعر الضرغ وهي تضر بآخرتك إذا متحبوا ممكن نقف هنا إذا شئتم ونطلق مجال للأسئلة إن شاء الله أريد أسأل عن التجديد فرض على كل مسلم ولكن مثلا علم التجديد مثلا علم التجديد إذا عرفوا نار سقط عن التجديد ولكن التجديد يعني كراءة القرآن بالتجديد سواء كانت في الصلاة اللي عم تقرأ لحالك تقرأ بالتجديد وسؤالك مش واضح بس خليني أقول إش ممكن أستنبط من يعني تقرأة القرآن مش تقرأة عالية إن هي بالتجويد ما أفعلت لا لا ما يقرأ أصلا أخيرك أن تشاهدت ويتقول لي صح أو لا القرآن وهذا من إعجاز القرآن القرآن لديه أعجازات متعادلة من إعجاز القرآن ما نقرأ كما نقرأ كتاب الشعر أو مجاليدة مبتول مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مبتول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا الكل بفيق رأيك مش كأنه يقرأ جريدا ولكن هذه القراءة لابد ما تسمى تجويد التجويد هي أحكام التجويد هي أحكام وهذا خطأ منتشر عن العوامل بس الواحد يغني القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من من يتغنى بالقرآن فهذا واحد تغنى بالقرآن ليس معناه أنه يجويده التجويد لهم في أحكام تجويد لابد أن يتعلمها فكأن اللغة تقول تغني بالقرآن واجب ولكن تعلم الأحكام ليس واجب فرد كفاية لا يا شيخ لا أقول لنا كيف أنا أقضي أن تقرأ مثل ما قالت أختم علي أن تقرأ بالتجويد يعني مثلا عندي التجويد تشد عندي الغنب يعني بالأحكام تقرأ يعني تقرأ بالأحكام ولكن فيه ناس كثير أنا شكفة ناس كثير تقرأ بالأحكام ولكن قعد تقالها شو هذا الحكم تقول لك لا أعرف طيب نعم يعني في بعض الناس وهنا موجود صحيح بعض الناس يقرأون بالأحكام ولكن لو سألتهم وين المد المنتصل ما بيعرف وين المد المنفصل ما بيعرف وين الإخفاء ما بيعرف وين مثلا الإبغام ما بيعرف وين الإقلاب ما بيعرف ولكن يعرف يأتي به وهذا حصل عني واحد يقرأ يوم الخميس عن نجلس الكوران يقرأ منتاز لما أسألته على الأحكام ما بيعرف فهو حفظهم سماعا بيعرف جود سماعا بس ما بيعرف القواعد الأحكام هو بالنهاية يعرف يقرأ صح إذا أراد أن يعلم فهذا لا يستطيع لا يستطيع أن يعلم ما يعرفه لا يستطيع أن يكون لغاية وإن كان هو بذاته يقرأ صح بالجملة فهذا الحد الأدن فهذا جيد لا بأس أما مطلوب من الإنسان أن يتعلم الأحكام أفضل يعني يعرف الأحكام لا يستطيع أن تقرأ القرآن وتخدمها قرآن من خلقين ألف مرة يعني قراءة عادية يعني ما بتعرف الأحكام ما بتعرف تتجول أفضل ليش بتغنيف التدريع أحكام التدريع أحكام التدريع هذا مختلف يعني تعلم الأحكام هذا أمر ضروري ومحبور هل ستكون طرد عن أفضل مختلفة؟ هذه مختلفة وإنما علماء التجويد علماء القراءات ومن المشتغلون يرونه واجبا أعرف الإمام الجزري يقول والأخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجوه ذلك القرآن آثمه لأنه به الإله أجزل وهكذا من ذو إلينا وصل إلينا مجود فهذا يمكن أن نتبع فوصل مجودا فهما تعلم أحكام التدريع وبعضهم لا يرى ولكن القرآن وصل إلى مجودا وصل إلى مجودا ولكن كل الناس يتجد لا ولكن يحاول الإنسان يحاول يحاول لا لا سؤال الحمد لله كنت رأيت أنه في حكم يتغل إذا الوحد مثلا يصلي وعطى صلى الله الحمد لله ما هذا اللي يقول ولقديما لو قلت لو وحد عطى صلى الحمد لله كان يصح لحده عم يصلي أو مش عم يصلي أنه يرحمك الله وهو بعد يقول له اهديكم الله ونصلي لا كان جائزا ولكن لو إنسان بنفسه عم يصلي وعطى صلى الله وحمد الله فمصلاة هي حمد وتكبير وتحليل لا بقصة هو اللي يجوز بس ما حدي طبعا ما حدي ما يحدي أسكر مرة عندنا مطلوب الزمان كان عم يعتص وقال الحمد لله اللي حده قال له يا رحمك الله الثالث قال له بطلة صلى الله بطلة صلى الله وحضرتك مطلوب الزمان بصطلوب على هذا الاحباط عند الاحكاية السيارة تقرأ والسبيكر بكونوا تحج يعني تعترفت السيارة مهل هذا عادي لا ما ينبغي ما ينبغي لأنه أنا أظن أنه سبيكرات فيك تتحكموا فيه ندام وراء وفوء وتحكم وصلا تكنولوجيا كثيرة إجمالية ففيك تتحكموا فلا ينبغي الحقيقة ينبغي في كثير من الأشياء بيستهينوا فيها المسلمين ولا ينبغي أن تكون والأسف غير العرب العجم عندهم من إحدى الكبرى من الكبائر مثلا أنك تحب كتاب فوق مصحف والقرآن يعلو ولا يعلع عليك لا ينبغي تحط كتاب عادي فوق المصحف ولا حتى تفسير للقرآن أو ترجبة للقرآن فوق المصحف المصحف يجب أن يكون القرآن فوق من المسائل هذه أنك تكون بالفعل تحط سبيكرات عند الأرجل عند رجليك تعمل صوت ويطلع منها صوت كرآن لا ينبغي هذا تحكموا فيه حتى تحطوا فوق أو حتى خلف أو يمين هم لا يكون هند الأرجل يعني من أداب التعامل مع القرآن الكريم يعني قديما إلى عياد العصر حتى في مرض باكسان وغيرها ما بيجروا يحملوا مصحف بيدهم بيحطوه بشماعة بيحطوه ببيت هيك بالقماش وبيحملوه حتى يدزهوا إنه ممكن مش متوطيين أو إيدهم من وصخة فبيحطوه في البيض لا يجب كلها حطيه يتوطى بس هذه كأداب يعني التعامل مع القرآن ينبغي أو مع المصحف ينبغي أن ننتمه لها لما تحطوه على الحضن يقرأ فيه يعني؟ لا بأس بس أنا الفرد تحطوه مخدة على الحضن وتحطوه على الحضن وهذا أحسن لكم و للظهركم وشان ما تلكم الطابين هيك وناخين من رأبه تتعام فبتعلها لمخدة ومتكونوا رفحتوا من قدر من القرآن والمصحف أفضل شيفنا ولو أنت تصلي مثلا أو تصلي طبعا هذه سنة وإن كان الأحناف لا يأخذون بيها ولكن لا عليكم لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان إن صلي فإذا مر بآية رحمة توقف وسأل الله عن رحمة وإذا مر بآية عذاب توقف واستعاد لله من العمل هم تسمى الصلاة بالنوافل النوافل ولا فريضة ولا مأموم ولا إمام ولا مفرد كل يصح إن شاء الله هلأ بالآيباد لما نقرأ القرآن يروح عندنا حكم المصحف حكم يعني نعم عشان إذا خايت من نفس الوري نعم 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 لأن الإيباد أو آيفون ليس بمصحف في ناس تفرق المصحف مشتورة في البيت في البيت ما باسف نعم نعم يترك المصحف مفتوح صار يترك مسكر أحيانا مسكر أحيانا مفتوح كل هذه الأمور بسيطة ليس فيها أحكام محددة أما أن يترك مفتوح على ظن أنه فيناس يتقر فيه أو الجن المؤمن يرون فيه أو أكثر للبركة القرآن والمصحف هو بركة سواء كان مفتوح أو كان مسكر بس الأبرك أن يفتح ويقرأ فيه صاحب الباية هذا هو الأبرك وبس يخلص يسكر هذا ولو تركه مفتوح لا بأس إن شاء الله هل هناك إثم على الواحد عندما يكون هناك كذا مصحف في البيت أنت لا تقرأ من مصحف واحد أو من آي فار على أن لا تترك الكرآن مهجر هل هناك إثم؟ والله شوفوا المصحف أو القرآن في البيت لا يبغي أن نتركه يعني عادة في بعض الناس يعني حتى مرة أودوا وش بسموه يوتيوب هل أودوا لك على الواتساب إحدى المغنيات المشهورات اللبنانيات لا أعرف أي واحدة منهم بس مسلمة كيف عرفت أنا مسلمة؟ يسألوا هل أنت إيش؟ وقالوا أنا دائماً المصحف في جزداني طيب ش عمي عملت في جزداني كان وأنتي سافرة وبعرف إيش وإيش وإيش بس أقول لكم شيء هي ولا غيرها؟ إذا عندها هذا المصحف اعتقاداً وتعظيماً بإذن الله ينفع حتى الآن دخل جنة ولا دخل نار بس أمر عجيب فهذا سؤالك ذكرني بهذا الواتساب الواتساب الواتدوم الإنسان يكون عنده مصاحف في البيت ما تفتح؟ ما هي قيمتها؟ هذه تصبح حجة عليك لا حجة لك ودائماً بالدعاء بقول اللهم جعل القرآن كان هناك حجة لنا لها علينا بس إنتا بتفتح بتقرأ قرآن يومي؟ بس مو من هاي المصاحف؟ ما بتقرأي ولا من المصحف؟ أنا كنت بسرت مثلاً من الآيباد تعمل اليوم؟ والله أنا فضل القرآن أنا فضل القرآن أو مصحف معين؟ السلام مصحف معين؟ يعني الآيباد استعملوه مثلاً أعطيكم تجلتش إذا ما سمريح برا كانت وقف صف طويل لنجي دورك يعني عند الدكتور أحياناً ساعة ونصف يجي دورنا مثلاً لأنه عرب رسوليين بيستخفصين كثير واني موجودة يعني استعملوا الآيفون والآيباد وأشياء مثل هاي خاصة الآيفون والآيباد تأخذوا هاي كبعيد برا فأصاها طب البيت لا يستطع أنا ينبغي ولا أقول لا يجوز لأولا ألا يستطعاد عن القرآن مصحف هذا المصحف اللي أنا متوفر عندنا كان قديم من أسعر ما يكون يعني حصول عليه فالآم يعني نقدره يعني ما في باعث أنا ما في باعث أنا ما أحب مصحف معين أنا ما أتكلم عن اللغة يستعاد عن القراءة بالكصحف بالآيباد أما إذا عندنا عشر مصحف وأنا إلي مصحف أنا إلي مصحف إيه بقرأ فيه ما في مشكلة لا لا ما في مشكلة هذا سؤال أما كل ختمة بخدمة مصحف شكل لا تحتاج ولو فعلتم جميل ما تحتاج شاهدوا شاهدوا كم عندنا القرآن كم عندنا مصحف ملايين بلايين مصاحف فلو قالتوا في مصحف وآيباد بلايين مصحف بلايين مصحف وقال الرسول يا ربي أن القوم اتخذوا هذا القرآن بلايين مصحف مهزورة فالقرآن حتى لو قرأتم من لست هاجرين من القرآن لذلك تعرفوا إذا قرأتم بآيباد وما قرأتم مصحف فلست هاجرين من القرآن لذلك نقول الأليق أن نقرأ من المصحف أما أن نقول لازم نقرأ كل ختمة بمصحف بلايين مصحف خصوصا بعض المصاحف تكون خط صغير بعض المصاحف مثلا مكتوبة بالخط الباكستاني صعب وعندكم مياه في البيت لا يعني أنكم هاجرتمون أمت هذا أنا رأيي شخصي المصاحف الصغيرة الميني ميني 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 مصحف هذا والله تعالى أعلم يعني عدم وجوده هو الأفضل هلأ عندي بجاني أفضلهم هلأ شو أعمل فيهم هلأ في كتبهم ما في كتبت أفضل ما في كتبت أفضل يعني مبسم الصعب تحافظوا عليهم أنا ملا لقيت واحد منهم ما رمي مثل وان ما هل من تبهدون هذه بالمناسبة من عمل الشياطين الشياطين الأنس لأن الشياطين الأنس اللي بتعاطوا مع معلومة عاملة اللي بتعاطوا مع شياطين الجن الجن يشتريطون على الأنس اللي بتوصلوا فيهم أن يفعلوا أن يقوموا بفعل شركة حتى يتعلموا معهم ومن أهم الأعمال الشركية اللي بتطلب منهم إما أن يبولوا على المصحف أو يضعوه في الحمام أو يضعوا عليه النجاسة أو يضعوه في دم حالة يعني شغلات هذه المصحف الصغيرة تمام لأن المصحف الكبير صعب يضعوه في الحمام فهذا يضعوه أربع خمسة ونصف فهذا الأمر بيساعد فعل الشياطين والصحراء واليازي بالله فهذا ما قدر ما نخترع هذا الاختراع ما نخترع هذا الاختراع إذا كان نيتو سيئة الله من الله لا يستحق وإذا نيتو طيبة الله سامحه صعب ولو أسأسنا ولو أسأسنا ما هو أنت إذا ما تخلص منه أفضل شي حريقي إذا ما تخلص منه إذا ما تخلص منه إذا ما تخلص منه كيف تحرروا روحوا على الحديقة وحضروا حفرة وحضروا وكيف تكون هناك ذاوية لا يمكن أن يكون هناك ذاوية حشيش حشيش الأفضل هو رماد ويكون محفرة وتبرد لأن هذا رماد وقرآن رماد كلام رب العالمين حتى لو رماد رماد رب العالمين يحترق بصي الرماد أطمرها خير الله بسر عليك عيد السؤال ثم تأتيهم مصيبة ما هو المؤمن مبتلع نجب نفهم المؤمن مبتلع ولا يتوقع المؤمن أنه يريد أن يمنع الله عز وجل بعبادته أو بطاعته أو بصدقته أو بعمل الخير أو بالورد بالعكس الله عز وجل وصفه لأنه مشفقون ما نعرف ما نعرف هل الله قبل ولا ما قبل أما من صام مثلا وكذلك ويمنع على الناس وعلى عباد الله أنه أنا بصلي الفجر وأنا بجي خمس صلاته وأنا بصول صليم القميس وأنا كل يوم بأرام السفران ما هذا؟ هذا رابع رابع اثنين قال له لو كان يفعلها بالصدق ثم جاءته ابتلاء فالنوبي مبتلع مبتلع أه الأمر الثالث وعلى جانب الأهمية أنه بعض الناس خصوصا بالتبرعات ادفع الدولار بيجي لك عشرة ودفع عشرة بيجي لك مية وإذا ما جانبوا لك يا شيخ هذا غلط هذا ما يبهره أكثر شيء يمكن تقول ألو حسناتو بعشرة أمثال أجرا عند الله عز وجل يوم القيامة مش إذا دفعت مية دولار بلجي لك الألف بكرة وبعد سنة ما تشترط كيف تشترط عن الله هذا؟ لذلك هذا خطأ من البيت بيعمل فاندريزن بيحطوا عقيدة غلط في عقل الناس فالإنسان إذا عمل خير وهذا صاحب ورد وجاتوا فوق المصيبة ممكن هذا تبرع ورجع بعدها خسرت تجارته وخسرت كل شيء يا الشيخ وين أنا تبرع منصلك يمسكه من الشيخ برقبته ويستهل هذا الشيخ يمسكه برقبته ما تعطيها المعلومات الغلط يقول الله بيعود ياس بس لجدوا يتبمنوا أنا والله جاء الواحد هون وبيحلف الله وانا قال لك يا رمتيو الله بدا عودك عشرة يمكن يروح هذا المسكين تبرع يخسر يجي واحد من من سرق 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 له كل المحل مسهلا فما يمغي هاد الإسلام دين واقع دين واقع والله يجزي نعم فاسركوها لله مش لعبد الله ولا للشيخ فإذا كان مؤمن فهذا دليل إيمان فعليه أن يصور ما هو المؤمن صبور شكنا 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 فعليه مساجل إذا عندهم مساعدة يجي قبلوا ينحطوا هنا وللا لازم تطلوا عليهم أهذا ايش عد نطل عليهم يعني ما عندك ثقة المساعي صحيحة لا مصاعف عندهم بس جيبوا يا جيبوا يا جيبوا بنطل عليهم الحق لا إذا عندك شاك جيبوا لأ قبل يطل عليهم أهتب حطيهم ملازم نحبوا عليهم وإلا أي حد مضروري مضروري وممكن أنت أفضل شيء سبينوا الأوفيس في ناس كتير تسعى المصاعف إذا حدا أرى فيها ببيته بالحاك عجر أحسن مدلا هون بالنفوف سبحانك اللهم و الحمد جعشة و الله إلا إلا الله بصدر الله السلام عليكم و رحمة الله خليك سجل أداني وطلعوا على الهواء مباشرة هذا على الهواء مباشرة شكرا أكبر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشهد ان محمد رسول الله 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 حي على الفلاح الله الله اكبر الله اكبر لا لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان